اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة احباب الشيخ احباب رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام معطر باريج هذه الذكرى العظيمة ذكرى مولد نبي الرحمة ورسول الهدى عليه ازكى صلوات الله ازكى صلوات الله وسلامه اهنئكم بهذا العيد المجيد وارحب بكم في مدينة الشيخ معقل الامن والهدى واشكركم على شد الرحال وحمل عصر تسيار لمشاركتنا هذه الفرحة العظيمة الفرحة برحمة الله للعالمين ومنته على المؤمنين من كانت محبته اصلا لهذا الدين ولا دين الا بها فقد ثبت بالحديث الصحيح انه قال عليه الصلاة والسلام لا يمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين وفي الصحيح انه اخذ بيد عمر بن الخطاب رد الله عنهما فقال عمر يا رسول الله لانت احب اليه من كل شيء لا من نفسي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا والذي نفسي بيده حتى اكون احب اليك من نفسك فقال له عمر فانه الان والله لانت احب اليه من نفسي فقال النبي صلى الله عليه وسلم الان يا عمر الان يا عمر هذه هي رب عزتنا هي الغاية التي نحن نحس خطى الأنفاس واللحوات لندركها فليسعى كل منا إلى أن يكون من المحبة بحيث يقول له الحبيب صلى الله عليه وسلم الآن يا فلان أو الآن يا فلان وحسبكم من عظمة شأن المحبة أنها انتشلت عبدا كريما من وحل أم الخبائس فقد شرفه الله بما أو دعا في قلبه من محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فاستحق بذلك أن ينتصب الحبيب صلى الله عليه وسلم محاميا عنه مدافعا عن عرده أمام أصحابه وحسبكم من عظمة شأن المحبة أنها تصل بين المحب والمحبوب برباط لا ينفصمه فقد ورد بالصحيح أن رجلا قال يا رسول الله متى الساعة قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أعددت لها فقال الرجل ما أعددت لها كثير صيام ولا صلاة ولا صدقة ولكني أحب الله ورسوله وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب وجاء في الصحيح أيضا أن أنس بن مالك قال فما فرحنا بشيء بعد الإسلام فرحنا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب قال فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم وإن كنت لا أعمل بأعمالهم وإلى هذا المعنى يشير الشيخ إبراهيم رد الله عنه قصوري عن الطاعات يجبر كسره بمتح همامي والمحبة فالمحبة ليعمل فأحببت طاه المصطفى بطبيعة قد زاد حبيا بدى كاملا رضا فأحببته ما دمت حيا وإنني لي الحب حتى يمسي الجفن مغمضا أيها الجمع الكريم أيها الأحباب يا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم مرحب بكم وأهلا وسهلا على مائدة المحبة في عيد المحبة فعليها نجتمع هنا من أغراق شتى وقبائل شتى وأقطار شتى لا نسب يجمعنا إلا نسب محبة الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم وأعظم به من نسب وسبب ونحن هنا إذ نلتقي على مائدته لتدارس سيرته الشريفة واستذكار شمائله المنيفة والتعبير عن الفرح به فإننا لا نأتي بجديد ولا نحدث في الدين ما ليس منه لقد احتفل الكون كله قبلنا بمقدم هذا الضيف العظيم المبجل الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم فقد احتفلت به السماء وأهلها حين منعوا الجن والشياطين من التطفل على خبرهم فنصبوا لحراسة أبواب السماء شهبا تنتظر كل مسترق للسمع احتفلت النار حتى ترمز للجلال فخمدت أدبا وإرغاما لمن كانوا يعبدونها من دون الله واحتفل الماء حين غاضت مياء بحير التساوة تبكيتا لمن كانوا يسيئون استخدام نعمة الماء واحتفلت الحجارة حين أرغمت أنف الأسنام التي كانت تنصب للشرك فانتكست خجلا من خدوم مصباح الهدى وشمس توحيد الله ومعرفته وباب نعمته ورحمته المهدات للعالمين إننا نحتفل بذكرى هذا الحدث كما احتفلت تلك الكائنات ونحتفل بهذه الذكرى امتسالا لأمر ربنا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك بليفرحوا وخير مما يجمعون وأي فضل أعظم وأي رحمة أوسع من نبي الرحمة وشفع الأمة نبينا وحبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولكي يكون احتفالنا محبة صادقة وطاعة منضبطة بضوابط الهدى الهدي المحمد ولأن المحبة لمن يحب مطيع فإنني أدعو نفسي وأدعوكم بهذه المناسبة العظيمة إلى أن نتواصى بتقوى الله ومراقبته لكي نجمع بين الحسنين فيتنور باطننا بنور محبة الحبيب صلى الله عليه وسلم ويشرق ظاهرنا بجمال الاحتداء والتأسي بحبيبنا صلى الله عليه وسلم بالأقوال والأفعال والأحوال والمقتدرات ذلك أن نحذر من يشوب احتفالنا بالمولد بأي عمل غير مشروع مثل انتهاك المحرمات والتباع الشهوات المزمومة والاختلات بوجه غير شرعي وذلك ما حس عليه الشيخ حيث قال في رسالة مشهورة من أراد أن يكون معي بحاله فليسوك طريقي بالأقوال والأفعال بانتسال الأوامر والتناب النواهي في الظاهر والباطن والتعطش والتشوق إلى الوصول إلى مرضات الله ورسوله أما من ينتسب إلينا ويرتكب شيئا من مخالفة الشريعة المظهرة الشريفة باقتحام المحرمات وترك المأمورات فاشهد الله واشهدكم أني بريء منه واللهم إني بريء إليك مما سنع هؤلاء فلأحذر الذين يخارفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وتوب إلى الله جميعا أيها المؤمنون وأوصي كذلك كل الأحباب أينما كانوا يحدث الصف والتعاون والتعاضد ونبذي شتى أنواع الخلاف وكل ما يوصل إلى التباغض والتحاسد فضرر ذلك على صاحبه أكثر من ضرره على غيره فأهل الله هم الأصفياء مع الله بعملتهم وقلوبهم فلا يرضون أن يرى الله من قلوبهم سوى ما يرضيه ويرضي حبيبه صلى الله عليه وسلم وأساس ذلك صفاء ونقاء القلب تجاه الإخوة بالفيضة والإخوة بالطريقة والإخوة في الدين قال تعالى إنما المؤمنون إخوة وقال الحبيب صلى الله عليه وسلم لا يمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه أحبابنا أحباب الشيخ أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيب لي في هذا المقام وهو مقام حمد وشكر ونصح أن أجدد الحمد لمستحق الحمد على ما أولى بلدنا هذا وسائر بلداننا من آلائه التي لا تعد ولا تحصى ومن أنه التي لا تحد ولا تستقصى ومنها أن جعل السنغال بمدينة الشيخ التي نحن فيها وبمدن الإشعاع الروحي الأخرى مشرقا من مشارق الأنوار وقلعة عظيمة من قلاع الملة الحنيبة السمحة وهذا مقام شكر ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله نتوجه فيه بالتحية لحكومة السنغال لما ألفته من تعظيم حرمات الله والشكر موصول بشكل خاص إلى السيد الرئيس ماكي صال يذاه الله خيرا وفقه رما يحبه يرضاه وشكر لكل قادة الرأي من مشايح الطرق المتصوفة والعلماء العاملين والجماعات الإسلامية والسياسيين بمختلف توجهاتهم والفاعلين الاجتماعيين على ما يبزلنه من جهود في سبيل خدمة شعبهم ووطنهم وندؤهم جميعا بالمناسبة إلى الاتهاد والمصالحة بين السياسة والأخلاق وذلك باحترام تعاليم الدين الإسلامي الحنيف وقيمه السامية ومسوله العالية وأود أن أتوجه كذلك بالتحية والشكر إلى دول الجوار وسائر الدول المنطقة والعبور التي سهلت مرور الزوار ليصلوا إلينا معززين مكرمين وهي فرصة للترحيب بجميع وفوذ الأحباب القادمين من دول الجوار في مقدمتها نجيريا وموريتانيا وغنبيا غينيا مالي الجزائر والسودان وكاميرون وشارل إنجلتيرا وأمريكا وبركنافسو وفرنسا وغينيا ومن دول أخرى كثيرة لهؤلاء الأحباب الذين حضروا معنا ولأولئك الذين حبسهم العزر أقول مرحبا بكم جميعا فالدار داركم والبيت بيتكم وسويداء القلب منا وحط رحالكم تقبلوا الله زيارتكم ولا ضاعة أقدامكم ولا بد من شكر خاص نزجيه لمملكة المغربية الشقيقة لما عهدنا منها من مؤاذرة خاصة لنا ولكل إخوتنا في الدعوة والزب عن بيضة الإسلام أصلا الله أن يجازي الملك محمد الساجس ويوفقه ويعينه على ما فيه الخير للإسلام والمسلمين كما أن الشكر موصول بأسماء معاني لإخوتنا في المملكة العربية السعودية قيادة وشعبا لما لمسنا منهم من تقدير واحترام وتعاون على أمر أمتنا الإسلامية وخاصة الإخوة في وزارة الأوقاف ورابطة العالم الإسلامي لما جسدوه من الحرص على توطيد عرى الأخوة معنا بالإسلام ووثقوه بما وقعوا معنا من اتفاقيات في سبيل ذلك تحت إشراف وتوجهات الملك السلمان بن عبد العزيز وولي أهده محمد بن سلمان يذاهم الله خيرا ووفقهما وسدد خطاهما وأود أن أغتنم هذه المناسبة ليدعو جميع الأحباب وكل المسلمين إلى بذل قصار الجهد في سبيل نصرة القدس ومؤاذرة إخوتنا في بيت المقدس وإكنا في بيت المقدس لأن تظل قضيتهم قضية حية في نفوس المسلمين حتى يأذن الله بتحرير أولى القبلتين وسان الحرمين شريفين من أيدي الغاصبين المحتلين أحباب الشيخ أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من واجبنا جميعا أن نستلهم من سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم ونتأسى بهديه ونزل أقصى جهودنا في سبيل إشاعة جو الإخاء وبص رداء السلام في شتى أوطان الأمة وخصوصا في مناطق النزاع بين الإخوة في الدين أو الوطن حتى نضمض جراحنا ونلم شملنا ونستعيد قوتنا ونعيد أمتنا إلى سالف مجزها لتقرب بنا عين النبي الرحمة صلى الله عليه وسلم ولا سبيل لذلك إلا بالعيش مع صاحبه هذه الزكرى وهذا العيد والتخلق بأخلاقه حتى يكون كل واحد منا يجعل حياته صورة مصغرة من حياة الحبيب صلى الله عليه وسلم ولا أنهي كلمتي دون إشارة إلى بعض المشاكل المحلية التي تتمحور فيما يلي إن البلاد تقدم على مشارف موسم الحصاد الزراعي لهذه السنة بعد جهد جهيد من السادس المزارعين وندرك يقينا أن السلطات الحاكمة للبلاد تولي اهتماما بالغا تولي اهتماما بالغا وعناية فائقة وتبزل جهودا مطنية وجبارا لمساعدة هذا القطاع المهم في اقتصاد الوطن وهذه الشريحة العريضة ممن ينشطون من الشعب السنغالي بإصلاح الأراضي وزراعتها وهم يشكلون نسبة مقدرة في سوق العمل السنغالية ويسهمون بشكل مباشر في تنشيط الحالة الاقتصادية للبلاد والدفع بعجلة التنمية الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي للوطن والمواطنين وعليه ندعو السلطات إلى بز مزيد من الجهد في العناية بهذا الموسم الحصادي الذي يعلق عليها المزارعون آمالا كبيرة كما ندعو الله سبحانه وتعالى أن يبارك بالحرس والنسل ويديم نعمه علينا ظاهرة وباطنة ويلهمنا شكر آلائه ونعمائه حتى يكون مردوده رابحا ومفيدا لهذه شريحة المقدرة ولسائر أبناء هذا الشعب الكريم المعطى حتى يتسنى له سد باب الهجرة غير الشرعية والارتماء إلى أحضان المجهول وما فيها من أخطار جسيمة على النفس والمال من خيرة الشباب هذا الوطن ولا سبيل للسلامة من هذه الأخطار المحجقة والحفاظ على كرامة الإنسان بضمان عيش له ولمن يعول إلا بالعودة إلى إحياء وإصلاح الأراضي والعناية بها الحالة السياسية والإتماعية المشحونة حاليا لساحة الداخلية قد بلغت أوجها والبلد يقبل على استحقاقات سياسية مهمة تستطلب منها معشر السنغاليين الغيرين على بلادهم الدعوة إلى التكاتف والعمل لأجل الاستقرار وسلامة هذا الوطن الغالي علينا جميعا والزود عن حماه والحفاظ على مقدراته وعلى الإنجازات الدينية والإجتماعية والسياسية السلمية والتي حققها عبر تاريخه المجيد توجه أكثر من أربعة ملايين من أبنائنا وبناتنا إلى قاعات الدرس هذه الأيام التي تشهد فيها البلاد انطلاقة السنة الدراسية مع صعوبات جمة في نقص الحاد للكادر التعليمي جيد والبنيات التحتية اللازمة للمؤسسات التعليمية إن شهدت طفرات مقدرة بفضل مجهودات الحكومة إلا أنها في حاجة ماسة إلى عناية خاصة لأنها يتوقف عليها مستقبل شباب هذا الوطن في التربية والأخلاق خاصة القيم الدينية التي نحن في أشد ما نكون من الاحتياج إليها قبل التعليم والتكوين المهني في تخريج جيل عالم ومسقف ومهني يستجيب للازم من متطلبات العرض والطلب للسوق تلبية لاحتياجات ضرورية لبناء وتنمية الوطن الكوارث الطبيعية ممثلة في الفيضانات التي تعرضت لها بعض مناطق البلاد جراء الأمطار الغزيرة المسجلة خريفة هذه السنة وهي في الحقيقة نعمة عظيمة من نعم الله علينا نسأل الله أن لا يحولها إلى نقمة تضيق بها حياة العباد ونجأ السلطات إلى مزيد من الوقوف مع المتضررين وإغاثتهم ومجهد العون لهم وكل من له القدرة على إغاثتهم فهي مسؤولية علينا جميعا وسوابها من الله سبحانه وتعالى كما أمرنا صلى الله عليه وسلم بأن سنائع المعروف في إغاثة الملهوف غلاء أسعار المواد المعيشة بالصورة باحشة وضيق ذات اليد لشريحة واسعة من الشعب وإنه لا يحفى علينا حرص واهتمام الحكومة المنصوبة مؤخرا في وضع مواجهة الغلاء الباحش ومحاولة تخفيف الأعباء المعيشية على كاهل هذا الشعب المعتاء المجد في تحصيل قوت يومه والمشاركة في بناء تنمية وطنه في مقدمة مهمتها وأولياته الكبرى مجاراتا مع مقتضيات العصر الحاضر ورغبة منها في تجديد علاقة الحضرة مع المنظمات والمؤسسات والهيئات الإسلامية العالمية لمزيد من الفعالية في إطار العمل الإسلامي المشترك وعملا بقول مولانا الشيخ أحمد التجاني بسير زمان كسر قررنا إحياء اتحاد الإسلام الإفريقي الذي قام بتأسيسه مولانا فضيلة الشيخ الإسلام الحاجي إبراهيم نيسر وأرضاه في بداية السبعينات من القرن الماضي والقصد من تفعيل هذا الاتحاد المذكور في وقتنا الحاضر هو السير على خطى مؤسسه وخلفائه الكرام والاقتداء به وبهم رد الله عنهم والاستعداد التام لما نستقبله من أعمال عمية وثقافية واتماعية والاتحاد المذكور جمعية تهدف منذ إنشائها إلى خدمة الإسلام في إفريقيا وبالأخص في سنغال وإلى تسهيل سبل التقارب بين المسلمين في جمعية دول العالم وتقوم بتشجيع التعليم الديني لمسلم القارة وتكوينهم من أجل غرص روح التفاهم والوفاق والتعاون بين أفراد الأمة الإسلامية كما ورد في النظام الأساسي لها والجدير بذكر أن هذا الاتحاد جمعية تحمل طابعاً تربوياً وتعليمياً وسقافياً محضاً ومقرها مدينة كولخ المحروسة من كل سوء بإذن ربها فإعادة هذه الأهداف السامية وتحقيقها أصبحت من الضروريات الملحة نظراً لما يجد ويجد من أحداث مواكبة من أحداث مواكبة لهذا العصر الراهن وبعد مشاورة مع سلطات المعنية وأصحاب السعادة والسماحة من أعيان هذه المدينة وكثير من المنتمين لهذه الحضرة من مختلف الدول وبعد أن حملت مسؤولية الرئاسة العامة للاتحاد كوني خليفة لهذه الحضرة يتحتم علينا إعلامكم بأنه أولاً تم اتخاذ قرار على اختيار الأشخاص الآتية أسمأهم أعداء في مجلس إدارته إمام الشيخ تجاني علي السيسة إمام مسجد الجامع نائеняً لرئيس الإتحاد الإسلامي الإفريقي الشيخ محمد الأمين إبراهيم يس نائبًا لرئيس الشيخ محمد القريشي الشيخ إبراهيم عدوًا في المجلس الإداري الأمين العام لاتحاد المجالس برلمانات دول الأعداء بنظم التعاون الإسلامي الشيخ محمد عبد الملك الشيخ إبراهيم يس المشرف العام على جائزة الشيخ إبراهيم لحفظ وتجويد القرآن الكريم كما تم اختيار ابننا البار السيد أستاذ بابا كار عمر ين أميناً عاماً للإتحاد الإسلامي الإفريقي يدير مكتب أمانته العامة وأعداء وأعداء المتعاون معه وسوف يتم الإعلان عن أعداء المكتب التنفيذ الجديد للإتحاد المذكور والهيئات التابعة له خلال الأيام المقبلة وذلك بعد التشاور مع المعنيين بالأمر إن شاء الله ثانياً قد اتخذنا قرار إطلاق إدارة أعمال الكبرى لمتمعنا هذه الحضرة الإبراهيمية الكبرى من حيث نسبة النسمة وتداد زوارها في جميع المواسم الدينية على مدارسنا ولم تعد تتحمل بنياتها التحتية ومرافقها العامة أعداد الضيوف الوافدة إليها من جميع أحايا العالم ومن أجل تزويدها ببنيات دحتية حديثة معاصرة وجديرة بمستواها وباسم مؤسسها مولانا الشيخ إبراهيم رضي الله عنه عنا به أرضاه ولإنجاح هذه المشاريع قررنا تعيين سيد إبراهيم ياس بايسيس معروف بايسيس رئيس شركة سيسكو مسؤولا عن أعمال والمشارع الكبرى للحضرة وممنعه من المعاونين من أبناء هذه الحضرة من الخبراء والمتخصين ومن يراه مناسبا لإنجاز هذه المهمة ذلك لأجل تعاون في تنمية وتعمير متماعنا وقد فوضنا إليهم تنفيذ الخطط ودراسات وكافة الخطوات اللازمة لتحقيق مشارعنا ولذلك أتمنى لهم جميعا التوفيق والنجاح في هذه المهام النبيلة ويشجعهم على المثابرة على العمل في خدمة مجتمعهم وأبناء وطنهم هذا والله نسأله في هذه الليلة المباركة وبحق هذه الزكرى العطرة أن يغمر قلوبنا وقلوبكم جميعا بمحبته ومحبة حبيبه وبمراقبته وأن يستعمل جوارحنا وجوارحكم في طاعته وأن يبارك فينا وفيكم ويغدق علينا وعليكم من الخيرات والنفحات والمتحات الحسية والمعنوية وأن يحقن دماء المسلمين ويفرج كروبهم ويلم شعسهم وأن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويقلع فيه العصاة عن المعاصي وأن يوفقنا لخدمة الإسلام والمسلمين وأن يكلل سائر مساعنا بالنجاح التام ويتقبلها منا قبولا حسنا ويجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا مطرودا ولا محروما والله نسأل أن يجمع شملنا بكم عاما عاما بعد عاما على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم وليسان حالي قولي حالينا قولي الشيخي ما قطو ابتو خائب من ربي بل كلما ابتو شكرتو أوبي هذا وكل عاما وأنتم بخير والسلام عليكم الشيخ محمد الماحي ناس خليفة صاحب الفيضة رئيس العام للإتحاد الإسلامي انا في سابطة ناس خليفة صاحب الفيضة انا في محمد المحمن صلى الله عليه وسلم وفي زمن المحراء مولانا الشيخ إبراهيم ناس خليفة صاحب الفيضة يجب أن نسأل أن المحررات ترجمة نانسي قنقر 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 أبا بكرن بغنن عمر ننجي ياكار يا الله پنگنو آندن نوني شيخ إبراهيم رضي الله عنه وشي خطبان وخننه لمغنة ياكار موم غنكو ياكار التاليبين موي حديث جوجيو ننتو بصلاة والسلام وحنه المرء مع من أحب وطفموهي اندي أي بيت يتكتلن بغيلي شيخ إبراهيم جيننتو بصلاة والسلام وحنن ألا فشهدو أني وحبو محمدن وأبغدو كفرانا كنارين تلهبو أحبو إليا من واليدي وال والدي ونفسي وأهلي بل همالي سيحسبو سيدة لنن من بغنا ينونتو بصلاة والسلام تداما بان كيفير كمنا ينونتو صلاة والسلام وحنه ننتكم نكشيو نبغ نت بغو نت بغو كو لما ينجري الله بان دلو تي كيفير كمنا باني نساني لكي سفرة يعني ذلك plante الكثير من وحنين بأي ماقاشات انتو من بغيين انتو بغنا سطلعة السمين شكرا وحن نبغ نت بغنا س student ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة 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 نانسي قنقر الذين يتعانون بفرسة الذين يتعانون، ونحن يمكنك أن تكون كونتين في ذلك المعربين ونحن تكون الو منذ الإجابات، وكمل تصنعون الرجال أمثار من أفضل قبل أنه سي ترجرب أن أكثر من هو التحادات ويأرق بأن هناك المشاركة يتعened وهذه الوحصول انتغلت وهذه المحاولة التي تتعلم سيطارها كما تكون الغاستيراً لحقاة الوحصول كما نتفاق المزيد من الفيديوية ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة